طيب علشان اطمنكو اكتر معايا زميل عزيز كريم احمد ايطمننا على المران المسائم سائل فلة كريم وحشني جدا عبيبا كنتميدو مسائل خير عليك وتحاتي لك وتحاتي لكل مشاهديك اهلا بيك يلا بقى طمننا على كل اللي حصل في المران في البداية طبعا كنتميدو يعني النهاردة التدريب كان شاكي وحزين شوى يعني طبعا العيبة والجهاز العضاء النادي الاقلي الكل الحقيقة طبعا كل اللي كان متواجد مالعا مخفرطتش كان في حزن كبير جدا ان كنتشو بالتسام على وش العيب من العيب ما كانش في الظهر كالمعساد في النزول اللي عيبات يتعد مع بعض فطبعا كلنا بنتمنى للشفاء العاجل لمحمد محمود واحد من اللي ان شاء الله ناسل المهم كتير وقلنا ان شاء الله يمكن ربنا شايل له حاجة كبيرة خلال الفترة اللي جاية عود سريعا ان شاء الله ينضم للنادي الاقلي كالعادة يعني تدريب النادي الاقلي نهاردة اربع عصرا محضرات المستمرة لمستر بايلر كابتن سايد المعسكر القادم ده الممكن الشغل الشاغل دلوقتي بالنسبة للجهز الفني بالكامل اعداد والاتفاق كل الامور دي هلا يكون في مباراة واحدة او مباراتين في ترتيبات وتجهيزات بشكل مستمر جدا لهذا المعسكر استغلاء لان طبعا انا كنت تميده ليه فترة التوقف اه يبقى فيه عدد ولاية الشواء من الايامش يكون متواجد معنا لكن يبقى فيه فايدة كبيرة استفادات فنية بالنسبة للجهز الفني استجامس والانتجامة يبقى اكتر كمان مع مستر رينية فيلر امور كلها ان شاء الله تصب في مصلحة النادي الاهلي يكون في استفادات على اعلى مستوى للجهاز والفريق النهاردة للتدريب زي ما انت اكد طبعا حسام عشور بيعود من جديد للتدريبات الجماعية وظهر بكل جدية كدمة الركبة القوية اثرت عليه ممكن هيعمل اللي فاتت لكن النهاردة ظهر بشكل طيب جدا مع الاجهزة اليومين اللي الاجهزة الفني هيديها كده من غدا وبعد غد راحة تبعني او ربعين ساعة للعبين ويعودوا من جديد ليه التدريبات صفر رجب تميده يعني بالتحديد ممكن يكونه يوم واحد ثلاثين في نهاية هذا الشهر الاسبوع او خمسة ايام يعني لم يتم الاستقرار بشكل كامل على معادة المعصر هلا يكون اسبوع او من خمسة لسبع ايام لكن لو في مباريتين هيكون ممتد لي اسبوع لكن لو يكون في مبارا واحدة هيكون المعصر خمسة ايام مع محمول بتولي كالعادة ايضا من المصابين بيواصل التأهيل كريم نتبت بيواصل التأهيل مروان متواجد القناع يعني مأثر عليه شوية يعني قلنا يمكن هو يتعود عليه خلال الايام اللي جاية ودي كانت التعلمات اللي كان بيقولها طبيب النادي الاهلي المروان ما يمكن ايوقو شوية عن الرؤية لكن مع التدريبات ومع الامور القادمة ان شاء الله يعود من جديد مراء محطن للمشاركة مع طريقة النادي الاهلي بجانب كل هذه الامور الحمد لله الامور كلها مش بشكل طيب جدا للعبين يا كريم تمام يا كريم كنت لسه بقول ان فترة التوقف هيكون فيها او هتقسم على جزئين احتمال يكون في معسكر خارجي دار لقاله كابتن سيد عبد الحفيز والفترة التانية هتكون في القاهرة بالتأكيد يا كساميدو صحيح يمكن بأكد على كلامك فيه تحضير بشكل كبير جدا لاستقلال لفترة التوقف لمعسكر خارجي لاستقرار على بلد يعني نقدر نقول طبعا الامارات يعني بشكل كبير جدا التنفيذ هيكون في الامارات تحديد المباراة من عدمها لسه لم يتم تحديد طرف المباراة او اليوم بالتحديد هيكون في معادة المباراة لكن فيه تحضير جيد جدا لهذا المعسكر ان شاء الله يكون معسكر جيد يعني من المحاية الاتثنائية طبعا يكون في معسكرين المتطاليين معسكر فيها الثانية ومعسكر ايضا تاني لكن نظرا لفترة التوقف ثمانيات ما طبعا ان شاء الله بإذن الله المعسكر يكون في استفادة ما يبقاش فيه اي اصابات ما يبقاش فيه اي امور يعني ساعات كرصافه كده المعسكر ان شاء الله ويكون معسكر ناجح بإذنها للطريقة النادي الاهلي واكيد مع العودة يكون في التقاطة امساس لأيام بسيطة جدا لراحة ويعود بقى من جديد النادي الاهلي استناف مبرمه ايما جدا ضبطلت الدوري ومنها ان شاء الله في المعتقل الافريقي الحامل الكبير اللي بنتظر كل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله اكيدة كريم انا بشكرك شكرا جزيلا ودائما مميز دائما متقلق شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد على هذه التغطية